بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطال الصف الثاني الابتدائي هنبدأ إن شاء الله قرص النحو الصيفي في مادة اللغة العربية وده الفيديو الأول وإن شاء الله في جزء تاني لو لجد في تفاعل على الفيديو هكمل إن شاء الله باجي القرص نبدأ بالمد والممدود حروف المد تلاتة الألف والواو والياء والحرف الذي يسبق حرف المد يسمى الحرف الممدود وإحنا عارفين شروط حرف المد إن هي تكون خالية من الحركات والحرف الذي يسبق الألف يكون فوقه فتحة والحرف الذي يسبق الواو يكون فوقه ضمة والحرف الذي يسبق الياء يكون تحته كسرة تعالوا نشوف نشاط واحد والصورة الأولى صورة ضابط هنبحث عن حرف مد فيها ألف أي وفيها ألف طيب هذه الألف خالية من الحركات أي وخالية من الحركات الحرف الذي قبلها أو الذي يسبقها فوقه فتحة إذن بها مد بالألف والممدود حرف الضاد الصورة الثانية صورة كاتكوت نكتب كلمة كاتكوت ونبحث عن حرف من حروف المد حروف المد نحن جلنا الألف والواو والياء فيها ألف ما فيهاش ألف فيها واو أي وفيها حرف الواو خالي من الحركات والحرف الذي قبله فوقه ضم إذن بها مد بالواو والممدود حرف الكاف اللي هو اللي جاب لي رقم باء سورة فيل نكتب كلمة فيل كلمة فيل هنبحث عن ألف فيها ألف ما فيهاش ألف طيب فيها واو ما فيهاش واو فيها ياء أي وفيها ياء هذه الياء خالية من الحركات والحرف الذي قبلها تحته كسرة إذن بها مد بالياء والممدود حرف الفاء رقم جيم سورة حصان كلمة حصان تكتب بهذا الشكل بها مد بالألف والممدود حرف الصاد يبقى بها مد بالألف والممدود حرف الصاد اكتب حرف المد نشاط اثنين اكتب حرف المد والحرف الممدود لكل كلمة مما يأتي الكلمة وهنكتب حرف المد والحرف الممدود كلمة سماء كلمة سماء هنبحث عن حرف المد أحسنت بها مد بالألف والممدود حرف الميم بها مد بالألف والممدود الميم با كلمة عصفور هنبحث عن ألف أو واو أو ياء بها حرف الواو خال من الحركات والحرف الذي قبلها فوقه ضم إذن بها مد بالواو والممدود حرف الفاء جيم كلمة جميل كلمة جميل بها مد بالياء الياء خالية من الحركات والحرف الذي قبلها تحته كسر إذن بها مد بالياء والممدود حرف الميم الكلمة التالية ظهور كلمة ظهور بها حرف الواو خالي من الحركات والحرف الذي قبلها فوقه ضم إذن بها مد بالواو والممدود حرف الهاء كلمة قطار بها مد بالألف والممدود حرف الطاء مد بالألف والممدود الطاء و سريع كلمة سريع الياء خالية من الحركات والحرف الذي قبلها تحته كسر إذن بها مد بالياء والممدود حرف الراء كلمة أصحاب أصحاب بها مد بالألف والممدود حرف الحاء الكلمة الأخيرة قريب بها مد بالياء والممدود حرف الراء النشاط التالي الشدة الحرف المشدد أصله حرفان الأول ساكن والثاني متحرك مثل كلمة مدرب عبارة عن حرفين حرف الراء في كلمة مدرب مشدد وتحته كسرة والحرف المشدد عبارة عن حرفين الأول ساكن والثاني متحرك ممكن الحركة تختلف فتح أو ضم أو كسر ولكن هو عبارة عن حرفين الأول ساكن لازم يكون الأول ساكن أيضا مثل كلمة رمان لما ننطقها لاحظ في النطق أن الحرف المشدد ثقيل لأنه بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك كلمة رممان لاحظ الميم رممان كأنك تنطق حرفين الأول ساكن والثاني متحرك ولكن عند كتابتها كتابة صحيحة نكتبها بهذا الشكل الميم وفلقها شدة وفتحة نشط ثلاثة اكتب اسم الصورة وضع الشدة في مكانها الصحيح من الكلمة أول صورة صورة سيارة انطق وعايزين يعرف مكان الشدة فيا ويطار شدة وفتحة ولا شدة وضمة ولا شدة وكسرة سياء سياء الياء كانت ساكنة وبعدها فتحة سيارة إذن الحرف المشدد الياء ومشدد بالفتح الصورة الثانية صورة دراجة انطق وعرف مكان الشدة دراجة احسنت حرف الراء هو المشدد طيب مشدد بالفتح ولا بتضم ولا بالكسر طبعا مشدد بالفتح دراء الراء عبارة عن حرفين الاول ساكن والثاني متحرك الصورة الثالثة صورة رمان واحنا اخذنا قبل كده كلمة رمان رمان مشدد بالفتح الصورة الاخيرة صورة تفاح لاحظ الفاء تفا تفا ادي الساكن تفا والفتحة بعد ذلك اذن هي مشددة بالفتح رقم اربعة ضع الشدة بحركتها فوق الحرف الملون في كل كلمة مما يأتي ممرضة الحرف الملون حرف الراء بس عايزين ما يعرف شدة وضم ولا فتح ولا كسر ممرري ري اه يبقى شدة وكسرة نضع شدة وتحتها كسر وممكن نضع الكسرة تحت الشدة ويبقى ايضا شدة وكسرة صبورة كلمة صبو بو باء مشددة بالضم نكتب الشدة وضم صبو اخر صورة سياء سيارة آياء ومشددة بالفتح شدة وفتحة اللام الشمسية واللام القمرية احنا عارفين يا ابطال الحروف الابجدية حروف الف باء تمامية وعشرين حرف اللام الشمسية عايزة تاخد جميع الحروف واللام القمرية ايضا عايزة تاخد جميع الحروف فعشان نحل الاشكال بين اللام الشمسية واللام القمرية جسمنا الحروف نصيا نصفهم اخذيتهم اللام الشمسية والنصف الاخر لللام القمرية طيب ايه حروف اللام الشمسية ويه حروف اللام القمرية حروف اللام الشمسية الملونة باللون الاحمر تبدأ من التاء تاء ثاء بعد كده وربع بدال ذال را زاي سين شين صاد با طاء ضاء ثم اللام والنون أما حروف اللام القمرية الألف والباء والجيم والحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والميم والهاء والواو والياء وحروف اللام القمرية مجموعة في جملة ابغي حجك وخف عقيمه أخلي التلميذ يحفظ هذه الجملة جيدا ابغي حجك وخف عقيمه عشان أعرف اللام شمسية ولا قمرية هبص للحرف اللي بعد اللام إذا كان في جملة ابغي حجك وخف عقيمه يبقى اللام قمرية أما إذا ما كانش في هذه الجملة يبقى لام شمسية وخلي باللام الشمسية تكتب ولا تنطق لازم أكتبها بإيدي ولكن ما ينفعش أنتقها لو نطقتها تكون خطأ طيب اللام القمرية تنطق وتكتب يبقى اللام الشمسية تكتب ولا تنطق واللام القمرية تكتب وتنطق واللام الشمسية الحرف اللي بعدها لابد أن يكون فوقه شدة لازم يكون مشدد طب تعالى أخذ مثال بسيط كلمة لحوم هنضف لها ألف لام يبقى اسمها اللحوم كلمة اللحوم عشان نعرف اللام شمسية ولا قمرية هنبص لحرف اللي بعد حرف اللام طيب هشوفوا في جملة ابغي حاجك وخفها قيمته مش موجود إذاً هنا اللام شمسية وهادة حرف اللام في حروف اللام الشمسية وخلي بالل حرف اللي بعديها مشدد يبا اللام الشمسية تكتب ولا تنطق اللحوم هتقول لي ده اتنطقت هقول لك لا اللي اتنطقت اللي هي اللام الثانية اللي هي المشددة اللحوم وعشان كده لو قلنا السماء أو السمكة أو الصياد أو الضابط أو الشمس كل هذه الكلمات لا تنطق بها اللام وحاول أدرب التلميذ على كتابة كلمات باللام الشمسية لأنه ممكن التلميذ ينسى في هذه الكلمة يكتب الألف والحرف اللي بعد اللام مباشرة لعدم نطق اللام طيب ناخد كلمة كمان كلمة جمل هنضف لها ألف ولام الجمل عشان أعرف اللام دي شمسية والقمرية هبص للحرف اللي بعد اللام الحرف اللي بعد اللام هنا حرف الجيم يطرى في جملة ابغي حج جا جا وخف عقيمه أي موجود في الجملة إذن هذه اللام قمرية نستنتج مما سبق أن اللام الشمسية تكتب ولا تنطق والحرف الذي يليها فوقه شدة واللام القمرية تنطق وتكتب تدريبات لللام الشمسية والقمرية اللام الشمسية والقمرية اللام الشمسية تكتب ولا تنطق مثل كلمة الزرافة واللام القمرية تكتب وتنطق مثل كلمة القرد نشاط ستة انتق اسم الصورة مقترنا بأل ثم اكتب نوع اللام شمسية أم قمرية عشان أعرف النشاط لازم أكون حافظ جملة ابغي حجك وخاف عقيمه لازم يكون التلميس حفظها كويس وعارف ان دي جملة اللام القمرية دي جملة اللام القمرية طيب أول صورة صورة شجرة كلمة شجرة لما انضف لها ألف ولام هقول الشجرة ألاحظوا من اللام ما تنطقتش بس ده مش كفاية لازم أعرف الحرف اللي بعد اللام حرف الشين حرف الشين في جملة ابغي حجك وخاف عقيمه مش موجود إذن هذه اللام شمسية أكتب تحتها شمسية الصورة الثانية صورة كلب كلمة كلب هنضف لها ألف ولام الكلب طيب الحرف اللي بعد اللام حرف الكاف في جملة ابغي حجك وخاف عقيمه موجود إذن هذه اللام قمرية نكتب تحتها قمرية الصورة الثالثة صورة علم عشان نضف لها ألف ولام هنقول العلم أولا اتنطقت عشان أعرف اللام شمسية ولا قمرية هبص للحرف اللي بعد اللام الع حرف العين في جملة ابغي حجك وخاف ع عقيمه موجود إذن هذه اللام أيضا قمرية الصورة التالية صورة سمكة كلمة سا سا سمكة تبدأ بحرف السين هنضف لها ألف ولام السمكة اللام ماتنطقتش ولكن عشان نعرف شمسية ولا قمرية هنشوف الحرف اللي بعد اللام طبعا حرف السين طيب هنبحث عنه في جملة ابغي حجك وخاف عقيمه مش موجود إذن هذه اللام لام شمسية كلمة سيارة تبدأ بحرف السين وإحنا عرفنا حرف السين مش في جملة ابغي حجك وخاف عقيمه إذن هذه الكلمة أيضا لام شمسية الصورة التالية صورة ثعلب كلمة السعلب هنضف لها ألف ولام السعلب كلمة السعلب الحرف اللي بعد اللام حرف الساء هنشوف في جملة ابغي حجك وخاف عقيمه مش موجود إذن هذه اللام شمسية الصورة التالية صورة دجاجة هنضف لها ألف ولام الدجاجة الحرف اللي بعد اللام حرف الدال في جملة ابغي حجك وخاف عقيمه مش موجود إذن هذه اللام شمسية أيضا الصورة التالية صورة دراجة تبدأ بحرف الدال هي باسمها الدراجة وإحنا عرفنا حرف الدال من حروف اللام الشمسية نكتب أيضا شمسية الصورة التالية صورة كات كوت حرف الكاف من حروف اللام القمرية إبغي حجة كا كا إذن هذه اللام قمرية الصورة الأخيرة صورة بيت يبدأ بحرف الباء هنضف لها ألف ولام البيت الحرف اللي بعد اللام حرف الباء في جملة إب إبغي حجة كوف عقيمه موجود حرف الباء إذن هذه اللام قمرية وخلي بالي زي ما قلت في الشريحة اللي عدت لازم الطالب يتضرب على كتابة كلمات باللام الشمسية لأن بعض التلاميذ تكتب كلمة الشجرة ألف شين الشجرة وكلمة السمكة السمكة وهذا خطأ وطبعا هو ما يكتبها بدون لام لأنه مش ما يسمع اللام في النطق الشجرة السمكة السيارة مش ما يسمع لام فما يروح كاتب ألف والحرف اللي بعد اللام مباشرة ولكن عشان يتضارك هذا الخطأ لابد من تدريبه على كلمات باللام الشمسية متعددة المهارة التالية المذكر والمؤنث اكتب أسفل كل صورة مذكر أو مؤنث ثعلب لا تنتهي بتاء مربوطة إذن هي مذكر دجاجة تنتهي بتاء مربوطة إذن هي مؤنثة كتكوت طبعا مذكر كتكوت كتاب أيضا مذكر قطة تنتهي بتاء مربوطة مؤنثة دب مذكر قرد مذكر سيارة مؤنث المفرد والمثنى والجمع المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة والمثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين والجمع هو ما دل على اكثر من اثنين أو اثنتين يعني بداية الجمع ثلاثة رقم تسعة اكتب أسفل كل صورة مفرد أو مثنى أو جمع الصورة الأولى واحدة فقط شمعة واحدة فقط نكتب مفرد الصورة الثانية ثلاثة طبعا ثلاثة يعني أكثر من اثنين إذن هي جمع الصورة التالية شجرتان يعني اثنين واحنا قلنا الاثنين اللي هو مثنى الصورة التالية صورة أقلام أقلام لأن بها ثلاثة أقلام فإذن هي جمع الصورة التالية واحدة فقط بيضة واحدة فقط فإذن هي مفرد الصورة التالية كتابان إذن هي مثنى التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء التاء المفتوحة اللي هي بالشكل ده تنطق تاء سواء في الوصل أو الوقف يعني سواء في الوصل أو الوقف يعني سواء شكلتها أو وجفت عليها بالسكون مثال كلمة حوت كلمة حوت هشكلها حوت تنطق تاء طيب هسكنها أو هجف عليها بالسكون حوت تنطقت أيضا تاء يعني تنطق تاء في الحالتين في الوقف والوصل أما التاء المربوضة اللي هي بالشكل ده تنطق تاءا عند الوصل وتنطق هاءا عند الوقف ده سهلة طيب يعني لو شكلتها هتتنطق تاء ولو سكنتها لو وقفت عليها بالسكون هتتنطق هاء طيب ناخد مثال المدرسة جميلة أخلي بالي من كلمة المدرسة المدرسة تو هتشكلت اتنطق تاء طيب هاجف عليها بالسكون المدرسة اتنطقت هاء يبقى في حالة الوقف اتنطقت هاء وفي حالة الوصل اتنطقت تاء اذن هي تاء مربوطة أما الهاء فهي تنطق هاءا سواء في الوصل أو في الوقف يعني سواء في التشكيل أو وقفت عليها بالسكون هتتنطق هاء طيب هات مثال كلمة وجه هشكلها وجه وجهه اتنطقت هاء طيب هاجف عليها بالسكون وجه اتنطقت ايضا هاء إذن تنطق هاء في الحالتين تكتب هاء بهذا الشكل نشاط 11 صل كل صورة بالحرف المناسب أول صورة صورة وجه عشان أعرف كلمة وجه تنتهي بتاء أو هاء هنطقها مرة بالتشكيل ومرة بالسكون وجه اتنطقت هاء طب بالسكون وجه اتنطقت أيضا هاء يبدأ اتنطقت هاء في الحالتين إذن هي هاء مربوطة الصورة التالية صورة حمامة هنطقها مرة بالتشكيل ومرة بالسكون انطق معايا حمامة اتنطقت بالتشكيل تاء طب هنطقها بالسكون حمامة اتنطقت هاء مرة اتنطقت هاء ومرة تاء إذن هي تاء مربوطة الصورة التالية صورة حوت زي ما احنا عارفين هنطقها مرتين مرة بالتشكيل ومرة بالسكون حوت اتنطقت تاء طب هنجف بالسكون سيكون هوت اتنطق التاء في الحالتين إذن هي تاء مفتوحة الصورة التالية سورة جنيه هنشكلها مرة ونسكنها مرة جنيهن اتنطقت ها طب سكن جنيه اتنطقت ها إذن هي ها مربوطة الصورة التالية سورة كتكوت كتكوتن بالتشكيل اتنطق التاء طب هجف بالسكون كت كوت اتنطقت ايضا تاء اذا هي تاء مفتوحة الصورة الاخيرة صورة قطة هنطقها مرة بالتشكيل ومرة بالسكون حاولت انطقها معايا او قبلية كمان قطة ده بالتشكيل طبعا هنطقها بالسكون قطة اتنطقتها اذا هي تاء مربوطة وخلي باري لو الطالب كتب كلمة وجه ووضع لها نقططيا يبهين عنده خطأ في الاملاء وكذلك لو كتب كلمة قطة ولم يضع نقطتان ايضا هيبه خطأ في الاملاء تدريب بسيط على التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء اول صورة صورة مدرسة عشان اعرفها تاء مربوطة والهاء هنطقها مرتين مرة بالتشكيل ومرة بالسكون انطق مرتين انطق معايا بالتشكيل مدرسة تون اتنطقت تاء طب انطق بالسكون مدرسة اتنطقت ها وانعرف اللي هي ما تتنطق مرة ها ومرتا هي تاء مربوطة طيب كلمة منبه هنطقها ايضا مرتين بالتشكيل منبهن اتنطقت ها تاب السكون منبهن اتنطقت ايضا ها اذا اتنطقت ها في الحالتين تكتب ها مربوطة الصورة التالية صورة بيت بيتن اتنطقت تاء سكن بيت اتنطقت تاء في الحالتين اذا هي تاء مفتوحة الصورة التالية سورة مياه مياهن اتنطقت ها في التشكيل طب سكون مياه اتنطقت ايضا ها اذا هي ها مربوطة الصورة التالية تدل على الصوت كلمة صوت هننطقتها مرتين تشكيل وسكون صوت طب سكون صوت اتنطقت تاء في الحالتين اذا هي تاء مفتوحة اخر صورة شجرة كلمة شجرة انطقت مرتين شجرة شجرة اتنطقت مرتا ومرها اذا هي تاء مربوطة النشاط التالي التنوين التنوين هو نون ساكنة زائدة في اخر الاسم تنطق ولا تكتب يعني التنوين عبارة عن نون ساكنة وتكون في اخر الاسم فقط تكون في اخر الاسماء ما ينفعش تيجي في الفعد وما ينفعش تيجي في اول الاسم ولا في نصف لازم تكون في اخر الاسم تنطق نون ولا تكتب تكتب تنوين انواع التنوين تلاتة بالفتح وبالضم وبالكسر بالفتح مثل كلمة تلميذا وبالكسر تلميذ وبالضم تلميذ من تقنون ولكن نكتب تنوين اكتب نوع التنوين أمام كل كلمة شمس ضمتين يبقى تنوين بالضم شجرتي شجرتي تنوين بالكسر ألمان تنوين بالفتح سماء تنوين بالكسر كتاب تنوين بالكسر قطة تنوين بالكسر وخلي بالي عند كتابة التنوين بالضم أو التنوين بالكسر مش هم نضيف ألف للكلمة لكن عند كتابة التنوين بالفتح نضيف ألف للكلمة مثل كلمة قال من لازم نضيف لها ألف ولكن في ثلاث حروف عند تنوينها بالفتح لا نكتب معها ألف وهذه الحروف نسميها كراسي العائلة التاء المربوطة إذا كانت الكلمة تنتهي بتاء مربوطة وعند تنوينها بالفتح لا نضع ألفا والحرف الثاني الهمزة على السطر إذا انتهت الكلمة بهمزة على السطر ونوينت بالفتح لا نضع ألفا والكلمة الأخيرة الألف همزة إذا انتهت الكلمة بألف همزة ونوينت بالفتح لا نضع ألفا نشاط 14 أكتب كل كلمة بالتنوين بالفتح مرة وبالكسر مرة بالضم مرة كالمثال المثال كلمة قمر عند تنوينها بالفتح قمارا أخلي بالي ضفنا عند تنوين بالفتح ألف لأن ده حرف الراء عند تنوينها بالكسر قامار عند تنوينها بالضم قامار عند تنوينها بالفتح غصنا عند تنوينها بالضم غصن كلمة مساء عايزك تكتبني في التعليجات مساء المهارة الطالية يا أول ملكية يا أول ملكية تضاف إلى الكلمة للتعبير عن شيء أمتلكه نشط 16 عبر عن كل صورة مستخدما يا أول ملكية كالمثال يا أولا يا زائدة زائدة عن بنية الكلمة الأصلية يعني الكلمة تنفع تكتب وتقرأ بدونها كلمة دراجة ضفنا يا أول ملكية دراجتي كلمة سيارة هنضف لها يا أول ملكية سيارتي طيب قلم قلمي فستان فستاني حقيبة حقيبتي قطة قطتي كرة كرة كتاب كتابي هنلاحظ في يا أول ملكية أنها زائدة لا تؤثر على الكلمة وهنلاحظ أيضا أن يا أول ملكية تعتبر مد بالياء لأن الحرف الذي قبلها تحته كسرة دراجاتي، سيارتي، قلمي، فستاني، كرتي وهكذا وهنلاحظ أيضا الكلمة التي تنتهي بتاء مربوطة إذا أضيفت لها يا أول ملكية تقلب تاء مفتوحة مثل كلمة دراجة هنضف لها يا دراجاتي قلبت تاء مفتوحة سيارة، سيارتي، قلبت تاء مفتوحة قطتي، حقيبة، كرة كل هذه الكلمات كانت تاء مربوطة ولكن عند إضافة يا أول ملكية قلبت تاء مفتوحة أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء هذا للمفرد المذكر وبها حرف ينطق ولا يكتب هذه للمفرد المؤنسة وللجمع غير العاقل وبها حرف ينطق ولا يكتب هؤلاء لجمع العقلاء أول كلمة أو أول جملة فيل ضخم عشان أعرف أكتب اسم إشارة مناسب أشوف أول كلمة فيل كلمة فيل مفرد مذكر إذا نستخدم اسم الإشارة للمفرد المذكر هذا فيل الجملة التالية كلمة وردة وردة جميلة كلمة وردة مفرد مؤنس لأنها تنتهي بتاء مربوطة مفرد مؤنس هاستخدم هذه هذه وردة جميلة الجملة الثالثة عمال ماهرون عمال جمع ولكن يدل على المذكر أو يدل على العقلاء فنكتب هؤلاء هؤلاء عمال الكلمة التالية أشجار كلمة أشجار تدل على الجمع ولكن هذا الجمع غير عاقل ونحن قلنا هنستخدم مين مع الجمع غير العاقل هذه ما ينفعش أقول هؤلاء أشجار خطأ ولكن الصواب هذه أشجار زرافة جميلة كلمة زرافة مفردة مؤنسة لأنها تنتهي بتاء مربوطة هنستخدم هذه هنستخدم هذه هذه زرافة جميلة أسد مفترس أسد مفرد مذكر هذا أسد حقيبة تنتهي بتاء مربوطة مفردة مؤنسة حقيبة هذه حقيبة طائر مفرد مذكر هذا طائر صيادون جمع ويدل على العقلاء هؤلاء صيادون أطفال أيضا جمع ويدل على العقلاء هؤلاء أطفال كتاب مفرد مذكر هذا كتاب متعاونون تدل على العقلاء نستخدم هؤلاء متعاونون تدريب اقرأ وفكر ثم صل هذا هذه هؤلاء أول كلمة فصل مفرد مذكر نستخدم هذا هذا فصل فلاح أيضا مفرد مذكر هذا فلاح شجرة مفرد مؤنسة هذه شجرة أصدقاء جمع عقلاء نستخدم هؤلاء هؤلاء أصدقاء قلم مفرد مذكر نستخدم هذا كراسة مفرد مؤنسة نستخدم هذه أصحاب جمع يدل على العقلاء نستخدم هؤلاء قطة مفرد مؤنسة نستخدم هذه اقرأ اقرأ وصل هذا وهذه وهؤلاء أسد مفرد مذكر هذا أسد زرافة هذه زرافة أطباء هؤلاء أطباء جمع قلاء مهندس مفرد مذكر هذا مهندس طبيبة مفرد مؤنسة هذه طبيبة مهندسون جمع مذكر هؤلاء ولد هذا ولد وبنت هذه بنت الفعل الماضي والفعل المضارع حد بنوع الفعل أول كلمة ذهب عشان عرفها ماضي ولا مضارع هشوف الفعل يدل على الماضي ولا يدل على الحاضر ذهب وانتهى فعل ماضي نكتبها تحت الفعل الماضي يذهب يذهب الآن فعل مضارع نكتبها تحت الفعل المضارع كتب ماض يكتب مضارع رسم ماض يرسم مضار شرب ماض يشرب مضار خرج وانتهى ماض يخرج مضار راكب وانتهى ماض يركب الآن مضار التدريب الأخير هذا الفعل المضار كلمة أكل أكل وانتهى فعل ماض ولكن يدل على المذكر لأنها لو كانت تدل على المؤنث كانت تنتهي بالتاء يعني مثلا أكلت هنا أكل عشان نحولها للفعل المضار نكتب في بدايتها حرف الياء يأكل سرخ يصرخ أخذ يأخذ رفع يرفع عمل يعمل بحث يبحث فهم يفهم جلس يجلس نزل ينزل قعد يقعد بكده ان شاء الله قد انتهينا من الجزء الأول واللي جينا تفاعل على هذا الفيديو هنكمل ان شاء الله للجزء الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته